خدمة الإسعاف الجوي بمنطقة حائل تبدأ مهام عملها بعد تجشينها من سمو أمير المنطقة الذي أطلق عليها اسم نيلات لتختصر المسافات البعيدة في المنطقة وتقدم خدمات طبية ذات جودة عالية هنا نحن نجد الهلال الأحمر من نقلة إلى نقلة ومن أداء إلى أداء طبعا قبل فترة كانت فيها أطروحة وحلم اليوم نشاهده على أرض الواقع وتهدف هذه الخدمة إلى سرعة الاستجابة للبلغات الإسعافية ودعم فرق الإسعاف الأرضي ونقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات المتخصصة ونقل الفرق الطبية المتخصصة إلى المستشفيات الطرفية والنقل الطبي لحالات إنقاذ الحياة من المستشفيات الطرفية إلى المتخصصة داخل مدينة حائل في مملكة الإنسانية الإنسان أولا كما قال خادم الحرمين الشريفين بالأفعال ليس بالأقوال واليوم حرصنا في هيئة الهلال الأحمر على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون حفظ الأرواح وسلامة الإنسان في كل مكان جعلنا الآن نبدأ في مشروع إطلاق الإسعاف الجوي في جميع مناطق المملكة وقد جهزت الطائرة بأحدث الأجهزة الطبية لتستوعب مريضين إضافة إلى الكادر الطبي إذ يوجد سريران مجهزان تجهيزا طبيا عاليا وتعد غرفة عناية مركزة مصغرة إضافة إلى انتقالها إلى مواقع الحوادث والبلغات البعيدة بسرعة للإخبارية عبدالعزيز غرير حائل